إعلان منصة FTX لليوم عن إفلاسة أزمة جديدة ضربة سوق العملات الرقمية 250 مليار دولار خرجت من الأسواق خلال 48 ساعة البيتكوين نزل 1000 دولار نزل ضرب مستويات 16500 أثناء إعلان منصة FTX عن إفلاسة CZ Binance شبه يلي عبي يحصل حاليا بسوق العملات الرقمية بال2008 لما الاقتصاد العالمي مر بأزمة جدا كبيرة إذن سوق العملات الرقمية حامليا عبي يمر بأزمة سوق الأسهم منتعش حاليا الدولار في حال التراجع لكن البيتكوين عبينزف بسبب الأخبار السلبية قبل الانهيار أعلنت بايننس أنه هي بدأت تشتري منصة FTX البيتكوين بشمعة واحدة صعد لمستويات 20600 خلاص انحلت الأزمة لكن بعد بساعات تسرب خبر أنه بايننس رح تتخلى عن هاي الصفقة بالفعل قبل ما الخبر يصدر للعلن صار في هبوط جدا قوي بالفعل بايننس تخلت عن صفقة شراء الـ FTX لأنه الـ FTX عنده التزامات جدا مالية كبيرة عنده التزامات بأكتر من 8 مليار دولار لحتى تقدر ترجع للعملاء الأموال اللي أخدتهم هالرسالة هاي فرحتني جدا أحد الأشخاص بعثلي أنه عندي أنا كان بعملة الـ FTT اللي كان سعر 22 دولار كان عنده 140 ألف دولار أنا خبرتكن على قناة التليجرام أنه أنا رح بيع عملة الـ FTT اللي عندي بمتلك فيها أنا مبلغ صغير والحمد لله بعت عملة الـ FTT على سعر 22 دولار بداية الأزمة مع العلم أنه أنا كنت من الأشخاص اللي حكوا على الأزمة بوقت مبكر جدا الحمد لله عن جد بفرح لما أنا بقدر بساعد ولو شخص واحد أنه يتجنب خسارة ربي عوض كل الأشخاص اللي مستثمرين بمنصة الـ FTX غمامة سوداء على سوق العملات الرقمية وإن شاء الله رح تعدي القاه حاليا يلي ضربناه بالـ Bitcoin 15500 ممكن هالأزمة تستمر ممكن Bitcoin يضرب مستويات 13000 لكن لحد الأهل أنا بشوفها مستويات مناسبة للاستثمار على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد هيئة الأوراق المالية الـ SEC حاليا عنده حجة أقوى لحتى تنظم العملات الرقمية أيضا متحدثة باسم البيت الأبيض منشوفها هون عبتقول أنه العملات الرقمية بحاجة لتنظيم إذن الدعوات لتنظيم العملات الرقمية حاليا رح تلاقي آزان صاغية بعد الأمر يلي صار بعد المليارات يلي تبخرت من سوق العملات الرقمية آخر أزمة عدت على سوق العملات الرقمية ولسا سوق العملات الرقمية ما تعافى من هاي الأزمة هي أزمة انهيار لونة أزمة انهيار لونة مليارات اختفت تبخرت من الأسواق دوكوان لحد الآن ملاحق حاليا سام بينكمان أيضا ملاحق وممكن تكون نهايته الحبس أفضل حل صديقي حتى تكون بأمان أنك توزع ممتلكاتك على أكتر من منصة والحل الأفضل من هيك أنك تحفظ ممتلكاتك بمحفظة لتجر إذا أنت معب الضارب فيها إذا أنت مخزن على المدى البعيد إذا ما بتقدر تجيب محفظة لتجر ممكن تتجه للمحافظة اللامركزية ممكن توزع ممتلكاتك على أكتر من محفظة اللامركزية أبسط مثال هي تراسوليت تراسوليت أنا بستعملها من فترة طويلة تعتبر أفضل خيار للأشخاص يلي ما بيقدروا يجيبوا محفظة لتجر تذكر صديقي بأي وقت المنصة قادرة على منعك من السحب بأي وقت قادرة أنه تجمد لك أموالك وأنت تخسر كل شي إذا حدث لا سمح الله مشكلة حاليا منصة بايننس تعتبر من أقوى المنصات وشفنا من يومين خطوة قوية بالإعلام منصة بايننس عن الاحتياطية اللي بتمتلكه من العملات الرقمية المنصة يلي بستعملها أنا منصة بيت قدر بكل هالأزمة الحمد لله ما شفت أي مشكلة بالسحب أو بالإيداع لكن مع هيك أصدقاء جزء كبير أنا من العملات يلي مستثمر فيها بخزنها على محفظة لتجر الجزء فقط يلي بضارب فيه بخليه بالمنصة هيك وصل نهاية الفيديو وتمنينا العجابكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله